اشتركوا في القناة من ارويقة فيينا الى صفحات التواصل الاجتماعي يتحول الحديث عن مصير بشار الاسد فكل ما يتداول للوصول الى حل دبلوماسي نسفه موالو النظام عبر صفحاتهم ومنها صفحة العميد ماهر الاسد التي بدأت تروج لتصفية الاسد والحديث عن مخاوف جدية عن تعرض القصر الجمهوري الذي يقيم فيه للقصف جوا عبر طائرات عسكرية مستندين بذلك الى تسريبات روسية مؤكدين في الوقت ذاته ان الروس بصدد بناء قاعدة صواريخ قصيرة المدى لحماية مقرات رأس النظام والتصدي لاي طائرة تغير على القصر تلك التسريبات تتطابق بشكل او باخر حول مطالعة الصحافة بشكل يومي وحديثها عن بقاء الاسد او رحيله والذي اصبح ضربا من التنجيم السياسي فاوجه الخلاف عليه لم تعد رهنة اعدائه في المنطقة فحسب بل اصبح اقرب حلفائه اي الروس والايرانيون في نزال سياسي واضح حول مصيره وخاصة بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها بشار الاسد الى موسكو وفيها دخل الجميع في سباق مع الزمن للترويج لنظرياتهم احداها قالت بان التعليمات التي تلقاها الاسد كانت تدور في اطار سحب البساط من تحت اقدام الايرانيين والبدء بتجريد حزب الله من سلاحه وبالتالي تخرج ايران من المعركة السورية بخفة حنين فهل من الممكن ان تضحي ايران بحلفها الرئيس في المنطقة وتلجأ لتصفيته مقابل حماية مصالحها في سوريا تصريحات القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري عززت الصراع الروسي الايراني وجاءت بشكل مغير فالجعفري عاد ليؤكد ان الاسد خط احمر بالنسبة لايران مواجها كلامه هذا بشكل اساسي للروس في اطار حمل عدة تأويلات خاصة عندما قال بان مواقف بلاده مع روسيا ربما لا تتطابق بشأن مصير الاسد اما التصعيد الاخطر في كلامه فقد جاء من خلال الاتهام الواضح لروسيا بالبحث عن مصالحها فقط في سوريا ايران تريد ان تقبد ثمن تدخلها في سوريا ولن تخرج خالية الوفاض بطبيعة الحال والروس في حالة نشوة بعد استكانة المجتمع الدولي لتدخلها العسكري في سوريا والطرفان يبحثان عن موطئ قدم لهما في المنطقة سواء بالاسد او بدونه فكيف سينتهي مزلسل عقدة الاسد وهل تبقى مسألة وجوده من عدمها رهن حرب اعلامية ام ان هناك من يطبخ الحل فعليا على نار هادئة ينضم الينا العميد منير الحريري ضابط سابق في شعبات الامن السياسي من عمان اهلا بك وايضا ينضم الينا في الاستوديو سيد محيدين اللاتقاني الصحفي والمفكر السوري اهلا بك اهلا بك اكيد رح ابدأ معك سيد محيدين بما انك ضيفنا بالاستوديو رح ابدأ معك مما ذكرنا في التقرير يعني هل فعلا المجتمع الدولي الآن غير جاهز لمرحلة ما بعد الاسد وكل ما يتم تداوله الآن والحديث عنه هو مجرد يعني كما يقال حديث دبلوماسي انصح التعبير يعني خليني بالاول اذكرك بفيلم اسمه باب شرقي عمله مخرج مصري اسمه احمد عاطف الفيلم ينتهي باحد حراس بشار الاسد يطلق عليه النار ويسخط مضرجا بدمه ويبدو الفيلم نهاية قربت مثل ما بقوله الجماعة فالمجتمع الدولي صار لا يطيق ذكر بشار سواء من اصدقائه او من اعداءه لانه صار عباء على الجميع ليس على الشعب السوري وحده على مجتمع دولي على روسيا نفسه التي تدعي انها جاءت لتحميه وتحافظ على نظامه فرجل بهذه الوضعية وفي مناخ مافيوي كالذي نعرف عن تركيبة السلطة السورية لا يمكن الا ان يأتي كما جاء في تقريركم احاديث من هذا النوع عن اغدياله ايضا دعينا نتذكر شيء اخر كل تاريخ العائلة تاريخ مافيا تماما قصة حافظ الاسد واولاده تشبه قصة فيلم العراب الذي كان يعد ولد للخلافة ثم اغتيل الولد فطر ان يأتي بالولد الذي كان يدرس في الغرب فطلع اكثر اجراما من الذي كان يعده للاجرام كل هذه الاجواء المافيوية توحي تماما بانه الخلاص الذي يمكن ان يريح الجميع سوريين ومجتمع دولي وحتى طوائف بما فيها طائفته ان يتم اغتياله بطريقة ما يعني تماما الحديث على بقاء الاسد او رحيله يعني هذا بدأ منذ بداية الثورة السورية لكن هلأ ليش الموالين لالاسد نفسهم بدأوا بالترويج لتصفيته او اغتياله وهناك ايضا مخاوف من تعرض القصر الجمهوري الذي يقيم به الاسد للقصف طبعا هاي المعلومات التي يتحدث بها الموالون هي بناء على تسريبات روسية غير التسريبات الروسية هذا النوع من الروايات لم يغب ابدا عن المشهد السياسي السوري حتى في قبل خليط الازمة يعني الآن اغلب المؤشرات بان خليط الازمة وزير الدفاع راجحة واصف شوكت هم الذين كانوا يريدون التخلص من الاسد فسارع الى التخلص منهم ودليل يأتي من داخل عائلته بالذات يعني خلنا حينما زوجة آسف شوكت تترك البلد بهي وأولادها وتأتي الى مكان آخر فهذا يسبت عليه التهمي تاريخ الاسد في الاغتيالات الحقيقة يعني بيحتاج الى موسوعة سواء من بدأ في اغتيال الحريري غازي كنعان جامع جامع رستم غزالة والسلسلة ماشية ما سيغتال غدا لا أحد يعرف لذا رجل محاط بالهواجس رجل مزعور أغلب الناس ستتصوره يمكن ينام تحت السرير وليس فوقه لا يمكن ظهور القليل في المناسبات التي يلقي فيها خطط ما يحضر الناس إلى غرف تحت الأرض ويتحرك دائما بطريقة مشبوهة فكل هذه التوقعات تصب باتجاه أن الروس نفسهم أصلا ممكن أن يكونوا مرتاحين لحل من هذا النوع يعني استدعاءه الأخير إلى موسكو بالطريقة المزلة التي حصلت بها بطائرة شحن ليس معه علم دولة ليس معه وفد ليس معه أي مرافق ويظهر أمام بوتين وكأنه طفل في مدرسة يتلقى التعليمات هذا الإزلال يدفع أقرب مخلصين له ربما إلى التفكير في اغتياله تماما سيد محدين اسمح لي أنتقل إلى ضيفي الآن العميد مونير الحريري يعني موضوع بقاء الأسد أو رحيل الأسد يعني لم يعد فقط مقتصرا على أعداء الأسد أو حتى الدول التي لا تريد بقاء الأسد هلأ عم نسمع أيضا أن أقرب حلفاء الأسد روسيا وإيران تم الحديث عن موضوع بقاء أو رحيله وهذا من خلال تشكيل القائد العام لميليشيا الحرس الثوري الإيراني بأن روسيا الآن أيضا صارت ما عد بدل الأسد يعني كيف تعطينا تفسير لهذا الموضوع سيدتي أول شيء أنا بدي أعلقه شوي صغير أرجع لوراه من على دور نظام حافظ أسد كان النظام مغطى بقشة ربيع دمشق اللي هو كان مدته قصيرة جدا كشف هذا القشة وبيّن هذا النظام تعفن وضعف ربيع دمشق الذي لم يمتد إلا لشهور أو أقل من سنة أزعج النظام لدرجة والكيفرون أمنية أربع أجهزة أمنية كبيرة تشتغل في هذا الربيع والذي هم أعضاؤه عبارة عن مثقفين يعدوها على الأصابع اللي شاركوا بشكل فاعل بهذا الربيع لذلك النظام هناك مخاوف جدية الآن على هذا النظام النظام بالأصل هو مهتري ومتهالك عسكريا ومن سنة 2012 بنهاية 2012 كان سيسقط لو لا التدخل الإيراني القوي والدعم الإيراني العسكري والاقتصادي ولو لا تدخل حزب الله ومليشيات العراقية ومليشيات الفضل العباسة من هذا الوقت كان انتهى لكن استمر العلويين مربوطين بقشة بشار الأسد والنظام كله مغطى بهذه القشة انزالت هذه القشة فهم انكشفوا كلهم صدقي إذا استم اغتيال بشار الأسد أو الحكي بهذا نص العلويين سيهاجرون إلى الجبال أو إلى خارج سوريا ونص الجيش سينشق إذا تم أي نوع من هذا القبيل أي معلومة من هذا القبيل إن كانت تسريبات وإن كانت حقيقة وإما أنه هم بدون يحموا الروس أو يحموه طبعا لا يستطيع أحد أن يحمي بشار لأن هذا الإنسان الذي خرج من جرده خرج من حجر كجرد إلى روسيا باستدعاء ضعيف مهين كيف يستطيع أن يحكم شعب فيه 25 مليون مثقف وعالم ومتعلم وفنان ومربي وكبير ونصفه أو سيسر باعه وصار مهجر إن كان داخليا أو خارجيا وفيه مئات الألوف في المعتقلات ومئات الألوف قتلت شهداء هل سيحكم هذا الرئيس أو من يستطيع حماية هذا الرئيس بالأحرى يعني يومن قال أردوغان أنه مين بدون منكم يا دول العالم يحمي رئيس قتل 370 ألف من شعبه اتفضلوا لكن الغريب يعني العميد منير بأنه نحن بنعرف دائما أنه روسيا وإيران هم أكثر حلفاء الأسد وكان يعني بحسب ما منشوف أنه هنين دائما متطابقين ومتقاربين بوجهة نظر الموضوع السوري تحديدا سيدتي إيران لها مصالح غير مصالح الروس مصالح إيران تختلف اختلاف تماما عن الروس الروس يجوا متأخرين ودعموا بدهم شيء من الكعكة السورية الكعكة السورية اللي هم بدهم منهم طبعا المرفأ الدافئ اللي هو بطرطوس بمياه البحر المتوسط وكل دول من دول العالم الكبرى والصغرى بتطمح أنه يكون لها قاعدة أو ميناء في البحر المتوسط وبدهم لهم ديون على سوريا ديون عسكرية كبيرة ولا نعرف المخفي لأنه هناك فيه أشياء بناتهم اتفاقيات سرية لا يعرفها أو لا نعرفها إلا بعد ما يسقط هذا النظام الروس الإيرانيين هم هناك فاتوا بأمور دينية بالبلد وعملوا العمايل من أيام حافظ أسد المقبور إلى يومنا هذا اللي عملوا الإيرانيين بدهم يسووا منظمة مثل شبه للا الخصيب بتحيط بإيران طبعا أسسوا بالعراق المالكي وهو العميل المفضوح لألهم ومعروف هو خرب المالكي خرب العراق أكثر من الأمريكان اللي هم يجوا احتلوا العراق وفي عندنا طبعا النشاط الشيعي والتشيع الموجود بسوريا بجنوب البلاد وبشمال البلاد هذا كله لهم مصالح فيه طيب وبالإضافة لدعمهم لحزب الله وإحنا على أساس الحاوين حزب الله أو دعمينه أو يساويوا بشكل له غط عس كريم سياسي طيب سيد العميد اسمح لي يعني قبل شويك نعم نتحدث أنا وضيفة محيدين اللاذقاني وذكر موضوع استدعاء الأسد إلى موسكو بعد هذه الزيارة اللي قام فيها الأسد إلى موسكو يعني خرجت الكثير من التحليلات والكثير من النظريات منها بأنه هيئة الزيارة كانت الاتفاق على سحب البساط من الإيرانيين وإخراجهم من المعركة السورية سيدتي الروس لم يتدخلوا لوحدهم الروس هناك تنسيق بينهم وبين الأمريكان وبينهم وبين إسرائيل غالبا أنا أعتقد ذلك وهذا التدخل تبعهم بهذه الزخمة وبهذه القوة لو ما فيكون ضوء أخضر من أمريكا ومن إسرائيل لم يكن بهذه القوة هاي أولا اثنين الروس استدعاءهم لبشار الأسد إلى موسكو بهذه الذلة اللي حكى عنه الأستاذ الاذقاني إن كان فيه هو الضغط على الأسد من أجل يتنحى أو من أجل أنه يكون ضمن مرحلة انتقالية رمزي أو ما له أي دور فهذا شيء مرحب فيه وإن كان هو لدعمه أو لصياغة اتفاقيات سرية خاصة لا نعرفه لا نحن فنحن هذا طبعا ضد هذا الكلام وغالبا هناك إملاءات على بشار الأسد من الكريملين أنه هناك يجب عليه بفترة زمنية معينة أن يتنحى نعم ولولا اتصال بوتين مع أردوغان ومع الملك سلمان أكيد هناك شيء تم من هذا القبيل لإبلاغهم أنه هناك فيه تجاوب أو عدم تجاوب من قبل نعم عموما نسمح لي أرجع لضيفي محيدين اللي أتقاني ضيفي بالاستوديو يعني برأيك أنت شو اللي ممكن نستشفه من هذه التصريحات الإيرانية التي صدرت من القائد العام لميليشيا الحرس الثوري الإيراني اليوم يعني أول شيء تستشفه عند النظام السوري غير مرتاح تماما للتصريحات الإيرانية بدليل أن وكالة سانا التي تنقل كل شيء من إيران حتى ما يقوله رئيس أرشيف في وزارة الصحة الإيرانية لم تنقل كلام الجعفري وهو رئيس الحرس السوري الإيراني والدعام الأساسي للمرشد خامنئي الشيء الآخر ذكر ضيفك الذين اجتمعوا في فيينا للسبتاعش دولة ترح في فيينا على السبتاعش دولة إن كان هناك من يمكن أن يقبل ببشار الكيماوي كلاجئ في أراضي سبتاعش دولة رفضت بما فيها إيران وروسيا ولبنان والعراق والذين يعتبرون من حلفاء النظام وحلفاء الأسد نحن نتحدث عن حكاية نظام الحقيقة فيها تجاوز في سوريا لا يوجد نظام يوجد سلاسة أشخاص يتحكمون والآن يوجد دولتين تتحكمان بهؤلاء الأشخاص السلاسة فمجرد غياب أي شخص منهم سوف يغير المشهد السياسي بالكامل أنا كنت أتمنى أن أسمع من العميد الحريري عن الأجهزة الأمنية السورية وهي التي يمكن أن تقوم بدور كبير في هذا المجال حصل انشقاقات كثيرة من الجيش لكن الأجهزة الأمنية الانشقاقات فيها قليلة هل التوترات داخلها هذه الفترة يمكن أن تدفع فرع ما؟ سيد محدي ممكن أن تتوجه بهذا السؤال العميد الحريري هو يعرف الأجهزة الأمنية السورية من الداخل إذا كانت الأجهزة الأمنية السورية من الداخل غير متماسكة وبدأ الخراب يصل فيها والانشقاقات تحصل فيها يمكن أن تحصل أي محاولة داخل هذه الأجهزة التي تعب النظام كثير أصلا وحكمها من خلالها كل سروة سوريا كانت تذهب إلى الأمن لا تعليم لا صحة لا تنمية لا بنية تحتية فهذه الأجهزة هل يمكن أن تنطفق ضده؟ أنا أوجه هذا السؤال للأستاذ الحريري لأن الذين من الداخل أقدر على الإجابة نعم خلينا نرى العميد الحريري وإجابته على هذا السؤال يعني فيك تحكي معنا أكثر سيد الحريري حول إجابتك سيدي الكريم سيدتي الأجهزة الأمنية متماسكة من الداخل هذا الحكي طبعا مفروغ منه ولا تماسك من الداخل وكل واحد مراقب التاني من الداخل هذا طبعا عشنا بالأجهزة الأمنية أكثر من 24 سنة ومنعرف كل واحد عليه رقابة من الداخل أكثر من غيره قادة الأجهزة جلاوزة النظام يعني هم المرعبين الأكثر في البلد وكل القطع العسكرية وكل شيء داخل النظام بتحرك هو بتحرك من خلال الأجهزة الأمنية وهناك أدوات خفية أنا حكيت عنها في حلقة سابقة محمد نصيف كان يلعب في الدولة على كيف وهو اللي كان يحرك الدولة وهؤلاء الناس اللي بظهروا من سياسيين ومن المعتوه تبعا اللي هو بشار هو عبارة عن كركوزال خلينا نسمع الإجابة هل يمكن أن يخرج من داخل الأجهزة الأمنية من يريح الشعب السوري بتخليصه من مجرم كبير لا يمكن أن ندخل في الحل السياسي ما لم يختفي من المشهد أخي الكريم الأجهزة الأمنية فيها ناس كويسة وفيها ناس مش كويسة فيها ناس طيبة لكن مغلوب على أمرهم أنت بتعرف الدارات اللي كانت تتراقب الناس والشركات والسياسيين والتجار وكبار البلد والسياسيين في البلد والمعارضين صارت تتوجه لكبار رجالات الدولة ولأجهزة الأمنية بالذات تتراقبهم كل نفس محسي عليهم لذلك إذا بده يكون هناك خلال رح يكون من الدائرة الأضيق القريبة إلى المعتوه تبعنا اللي هي من الحرص ومن الفرقة الرابعة لأنه لا يستطيع أن يتحرك ضمن قصره من غرفة غرفة إلا بعد ما يكون هناك تفتيش وكشف عن المتفجرات ومراقبة طعام ومرقبة منام ومرقبة كما تفضلت تبخلنا نرجع لموضوعنا الأساسي يعني برأيك سيد محيد الدين هل تتوقع فعلا أن تقوم إيران بتصفية أو اغتيال أو حتى تخلص من الأسد لحماية والحفاظ على مصالحها بسوريا إيران لن تستطيع بعد الآن أن تحافظ على مصالحها في سوريا بعد التدخل الروسي الاحتلال الروسي لسوريا بالرغم من كل اعتبار واحتلال ولا يمكن قبوله وعدوان على شعبنا ويقصف شعبنا من 35 يوم إلى الآن وبكل فخر لم يستطع النظام ولا قواته أن يتقدموا أي خطوة هذا إنجاز كبير للسوريين منذ أن دخل الروس الإيرانيون انتقلوا إلى الصف الثاني وإلى المرحل الثاني لم تعود لهم الكلمة الأولى في سوريا قد يحاولون اغتيال الأسد لانتقاما لأنه يعتقدون أنه ربما كان الخيار الأساسي للنظام في اللحظات الأخيرة أن يأتي بالروس لأنهم أصلا فشلوا في أن يحموه وأن يقوموا بأي شيء في داخله حتى الروس لهم مصلحة في أن يقوموا نفسهم بالمهمة أن لم يتبرع بها الإيرانيون لكن السوريين سينسل صدورهم أن تأتي الرصاصة من شخص سوري أشكرك جزيلا شكر محمد الدين اللادئاني الصحفي ونفكر السوري كان ضيفنا بهون سوريا وأيضا أشكر ضيفي العميد مونير الحريري الضبط السابق في شعبة الأمن السياسي من عمان فاصل قصير أبكمان شكرا